لمنظومة الصفقات العمومية والتي تعد أحد الركائز الأساسية للحكامة ومحاربة الفساد والأداة الرئيسية لتسريع وطيرة تنفيذ برامج ومشاريع تنموية وكذا أداة لتشجيع وجلب الاستثمار يأتي هذا اليوم التحسيسي للتبادل حول المنظومة الجديدة للصفقات العمومية وقد تجسد هذا الإصلاح الذي جاء بعد مراجعة متأنية وتشاركية للمدونة السابقة في سن قانون جديد للصفقات العمومية أكثر موائمة لبيئتنا ويضمن تفعيلا أكثر توازنا لمختلف الآليات المتعلقة بإبرامي ورقابة وتنميم الصفقات العمومية في مختلف القطاعات المسارية والسلطات المتعاقدة الخاضعة لوصايتها كما يؤمن تبسيط وتسريع الإجراءات المتبعة بشفافية وفاعلية أكبر ولتسريع العمل بهذا القانون صادقة الحكومة مؤخرا على نصوص تنظيمية مطبقة له تمثلت في مراسيم بإنشاء لجنة رقابة الصفقات العمومية وسلطة تنظيمها ومقرارات تفصل الترتيبات المتعلقة بإنشاء لجان إبرامي الصفقات العمومية وتحديد أسقفها وشروط وإجراءات انتقاء وتعيين رؤسائها وعضائها وتعزيزا للإصلاح منظومة الصفقات العمومية وضمانا لمواكبته تم إنشاء لجنة معنية بالإشراف على تفعيل هذا الإصلاح وأصدر معاني الوزير الأول تعميما بتنصيب لجان إبرامي الصفقات العمومية وتقرر تنظيم نومة للتحسيس والتبادل حول نظام الصفقات العمومية نتشرق بافتتاحه في اليوم وقد شهد اليوم التحسيسي عرضا فنيا لرئيس لجنة تفعيل إصلاح الصفقات العمومية السيد محمد لمين حمادي حول تاريخ الصفق العمومية والإصلاحات التي قيم بها والمنظومة الجديدة لصفقات العمومية كما تم خلاله النقاش والتدارس مع كافة الفاعلين في مجال الصفقات العمومية لتحسين خبراتهم ومعارفهم سبيلا إلى تحقيق الإصلاح المنشود ترجمة نانسي قنقر